مع السمرار المواجهات على أطراف قرى مريز شمال محافظة الضالع تزداد أعداد النازحين إلى أماكن أكثر أمنا خاصة مع دخول شتاء الذي يضاعف من صعوبة الحياة دمروا نبيوتنا ودمروا مدارسنا ودمروا المساعد ودمروا البير ودمروا ولا خلوا حقا لهم دمروها هنا في مدرسة الوحدة وجد عدد من النازحين شيئا من الأمان ليتخذوا من هذه الفصول سكنا لعوائلهم لكن الأكثر من هذه المعاناة تتجسد في كون المدرسة تسير فيها العملية التعليمية نهارا وفي المساء تتحول إلى غرفة نوم للنساء والأطفال كثيرا نزحهم في القراءة إلى هذه المدرسة ونحن ندرس في هذه المدرسة بالرغم أن النازحين ساكنين فيها هنا تجد أدوات المعيشة كالطبخ وعلب المياه وفي الزاوية المقابلة أغطية وفرش النوم في فصل واحد يفتقرون لشبابك تقيهم من البرد نزحنا من ميليشية الحوذي وصالح قصفوا عندما كنت رأينا قصفوا من بيوتنا ومن المزارعنا والآن نزحنا في قرية في مدرسة الجبارة يعني الصبح نخرج من الفصول وبعد ذهر نريع الكثير ممن نزحوا من قرى مريز وتحديدا من قرية رما وأخواتها قريتي الرحب وسوا يعيشون أوضاعا صعبة ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة سوى ما يصلهم من معونات البعض وما يزالون ينتظرون التفاتة من الجهات الرسمية تخفف من وطأة معاناتهم بسبب الحرب الدائرة أجبرت سكان قرية رما والرحب وسوا إلى النزح إلى هذه المدرسة لكن الآلام والمعاناة ما زالت مستمرة لديهم محمد مريشي قناة بلقيش الظالع